موسيقى انا اخترت ان اكون دائما قريبا من موقع القرار قال لي غايجي غايصف يحسن مع الاخر و انا عازم على انني هنا غايوقفتش هات الصفحة انا ما غايش نركز عليها كتير المثال اذا كان السمع محدد حمق يكون السمع بعقله اللي هو اننا صفحة جديدة ديال الوحدة الصف و ديال النبض الفرقاء وطيص الملف ديال الماطيب اللي فيه لان الغاية مشي هو انه العقاب الغاية هو انه يرجع للصف كانت منى على انهم يكونوا افضل مني وهذا يستدعي مني انني نكون معهم حازم في الحالات اللي كتستدعي الحازم والرحمة دائما حاضرة بطبيعة لها استاذ هيشام الوهابي من مواليد 1968 قبل اربعة اطفال بالنسبة لي مصاري المهني فالتحقتوا بهئة المحامين بطنجة كمتمرين سنة 1993 كان اخر فوج في اطار النظام القديم المعمول به كنا نبدأ بالتمرين قبل اجتياز متحال الاهلية كان اخر فوج اديت اليمين كمحامي رسمي في سبعة 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 ستة وتسعين تمريني قضيته بمكتب احد القياد منذ بداية مشواري المهني كنت اقول بان المحامي لا يجب عليه ان يكتفي بالعمل من خلال مكتبه النيابة عند الزمناء عند الزبناء الدفاع عن الحق والحرية هذا واجب طبيعة حل العندي المهمة الاساسية المحامي ولكن كذلك بالمواجهات مع المهمة الاساسية هناك مهمة لا تقل اهمية وهي الدفاع عن المهنة ككل وعن الهيئة التي ينتمي اليها المحامي وهذا يتم من خلال اي موقع كان فيه المحامي انا اخترت ان اكون دائما قريبا من موقع القرار اعتقد بان المساهمة من داخل موقع القرار تكون افيد وتكون انجع لذلك انا اخترت هذا الموقع وبالتالي فانا كنت عضوان في جمعية المحامي الشبب ثم كاتبا عامل جمعية المحامي الشبب سنة 2001 وبعد ذلك قضيت ثلاثات الولايات في المجلس الهيئة المجلس الهيئة في 2019-2011 ثم المجلس الهيئة في 2012-2014 وهذا المجلس الحالي الآن ينتهي الولاياته في 2014 وفي الانتخابات الاخيرة كما في علمكم انه تقدمت المنصيب النقيب وحضرت باتيقاتها للزميلة والزملاء هذا باختصال المصر المهني اذا لم تكن اشتقان انسان لا يتقدمش للموقع المسؤولية ولكن بالمقابل هذه الديمقراطية لما نحتكم الى الصندوق فقد يفرز اي شيء وعلينا ان نكون متمتعين بالروح الرياضية اللازمة لنقتنعها ونقبل بنتيجة ذلك الاقتراع انا كان عندي اتقاف يعني في علاقتي مع الزميلة والزملاء اللي هي الحمد لله طيبة منذ التحق بالمهنة قلت انتو كلا الله كان دعم هذه الزميلة والزملاء اللي كنشكرهم جميعا من هذه المناسبة اللي هم اللي دعموني وقدموني هذه المهمة والحمد لله كانت منافسة اللي هي شريفة بين المرشحين والذي كذلك نشكرهم بهذه المناسبة على المنافسة الشريفة اللي عبروا لها وعلى التهنئة اللي تقدموا بها لبعض الدور دير نتائج دير الانتخابات فعلا الهيئة اللي طانجة عرفت واحد الازمة كادت ان تؤدي بها الى مالي حمد وقبة كان وصل الشرخ والصراع اشده وكانت يعني القمة ديال هات الشرخ وهات الصراع هي لما تمت المتابعات ديال جوج النقباء السابقين وثلاثة دليل اعضاء المجلس هات الصفحة انا ما نريدش نركز عليها كتير علاش لان هذه واحد الصفحة كان اعتبرها هنا قررنا اننا نطويها يعني بحلوها ومرها ولن نتوقف عن من المسؤول ومن المخطئ ومن المصيب لاننا هذا الصراع انتهى بتصالح وهنا ما تفوتنش الفرصة باش نجدد يعني الرحمة والمغفرة للنقيب المرحوم الرئيس محمد مصطفى الريسوني لانه بدل مجهود جبار للوصول الى الصلح الذي تحقق ما تم 2019 طبيعة حل امر بيدي الله ولكن كان سيكون سعيدا ومصورا لو كان معنا في هذه اللحظة التاريخية التي اعلننا فيها بشكل رسمي انتهاء تلك الحقبة السوداء في تاريخية محمد طنجا وعلى النفيات تطلعنا الى حقبة اخرى شعارها الوحدة ونبض الفرقاء وتصحيح المصار لخدمة الهيئة وخدمة المهنة ولخدمة المحاميين على مستوى هيئة المحاميين وكذلك على مستوى المغرب من خلال جمعية هيئة المحاميين المغرب الأولوية الأولوية كما قلت لكم هي ما هي أننا الوحدة الوصف المهنة هذا الجراح يجب أن تندمي هل أنت تعلم أنت تقسيم أحزاب أو مأضور؟ لا، لا هذه الفرقة لا نريد أن ندخل فيها ولكن هي في المحصلة هي فرقة مصطنعة لأننا نعيش في مهنة واحدة لا يمكن أن نختلفها من أجل المهنة أهداف المهنة أو هيئة واضحة الخطوات الغير مفيدة والسلوكيات الغير مفيدة والسلوكيات الغير مفيدة والسلوكيات السلبية كل هذا معلوم عند الجميع هذا الخلاف أو الفرقة التي كانت كانت تستعمل من أحد الأقلية معينة لأنها باختصار شديد التواجدها مرتبط الآن قررنا أنه انتهى هذا الزمن طوينا هذا الصفحة كيف قلت لكم ونبدأ صفحة أخرى هضرنا كثير من الوقت على هيئة المحامية في طانجة وعلى المحامي والمحامية في طانجة فما بقاش عندنا وقت آخر لنضيعه فالآن حياة الأمل واليد دينا ممدودة للجميع بدون استثناء ما عندنا اعتراض احتراض لا شيء زميل أو شيء زميلة لعنده ما يقدم الهيئة المحامية في طانجة على الرحب والساعة سيجدنا منصتين متعاونين ومرحبين أولا هذا ما كان يروجه خصومي عني أنا لست لا صارما ولا مخيفا بل أنا عادي وعادي جدا كان يروجو لي أشيئ أمور أنا أريد أن أكتشفها لم أعرفها إلى رصي أنه قصح بأنه متسلط لم أعرفها إلى رصي لم أعرفها إيجابي لا أولا أنا كنت أشتغل داخل مجالس وكنت في المجلس الأولاني أنا أصغر عضو في المجلس هم يقولوني بأنني أنا كنت أمشي ذاك المجلس وفيه خمستاشر عضو كان من إقدامين إليه وفيه نقاباء سابقين فالأمر يقولون أحد المثال إذا كان السماء محدد حمق يقول السماء بأقله أنا كنت صور بأنه والحمد لله الزامنة والزملاء بيينوا بأنهم بأقله لا يوجد هذا التخويف الذي كان يروجو لي ليس صحيح ولكن هذا لا يعني بأنني ما نقول بأنني أنا فعلا حازم أنا فعلا حازم في تطبيق القانون هذه شخصيتي وهذه قناتي أنا أمام القانون أنا ما عنديش هذا ضعيف وهذا قوي هذا قديم هذا حديث كل شيء سواسية الذي أخلى بالقانون طبيعة حقص يتنبه طبيعة حال الرأي أو المنظور دي العضو المجلس ليس هو المنظور دي النقيب النقيب معروف في الأدبية دي المهنة لمحامات على أن النقيب هو الأب الروحي دي المحامين كاملين وغض نظر للسيم لي هو الأب الروحي والأب ما يمكنش تعامل مع أولاده إلا بالجمع بين صفتين الحزم والرحمة الحزم والرحمة الحزم عندما يقتضي الأمر الحزم وحتى في طيات ذلك الحزم تكون الرحمة لأن الغاية ليس هو العقاب الغاية هو أنه يرجع للصف وأنه يصحرح لأن الغاية للأب لا يوجد أحد يريد أن يكون أحسن منه إلا الولدين الأب هو الوحيد الذي يتمنى أن أولاده يكون أحسن منه لا يوجد أحد أم بطبيعة الحزم وبالتالي فأنا كأبرح المحامين كانت منه على أنهم يكونوا أفضل مني وهذا يستدعي مني أنني نكون معهم حازم في الحالات التي تستدعي الحزم والرحمة دائما حاضرة بطبيعة الحزم المشاكل التي تعرفها المحاكمة على مستوى الدائرة هي جزء من المشاكل التي تعرفها الوطن ككل لا يوجد إشكالات وهذا يقضي أننا نعالج هذه الإشكالات بأسلوب واحد وهو الحوار لا يوجد شيء حل آخر أو آلية أخرى لمعالج هذه الإشكالات إلا عن طريق الحوار والحمد لله نحن أن قنوات مفتوحة يعني منظمة مع المسؤولين القضائيين هذه الآلية للجنة الثلاثية بالمناسبة على النغام وذن نذكره النقيب الريسوني والله يرحمه هو الذي دافع على حدث هذه اللجنة الثلاثية التي تجمع من الرئيس الأول في محكمة السيناء والسيد الوكيل العام والنقيب الهيئة وهذه هي واحد الآلية التي تجتمع بشكل دوري لمناقشة الإشكالات التي تعترض أو تعرقل السير العادي ونحن إن شاء الله سوف نفعل هذا مع السيد المسؤولين القضائيين ونحن نفعل هذه اللجنة الثلاثية ونحاولون أنها تجتمع بشكل دوري كذلك اللقائدنا سوف نكون مع المسؤولين نستوى المحاكم الابتدائية نستوى المحكمة التجارية ومحكمة الإدارية كذلك وجميع الشركاء داخل منظومات العدالة سننفتحوا عليهم لأن هذه الأطراف كاملة منظومات العدالة ما هي تحقيق العدالة؟ ونحن سنشتغل كاملين ونظر أن يكون هناك خلاف لأن مدام الغاية هي نفسها لا يوجد ما يختلفوا وطبيعة ما أنا أقول دائما لا يوجد طرف أقوى من الآخر في منظومات العدالة نحن كاملين على قدم المساوط ما هو فوق مينادنا؟ أحترم القانون أحترم القانون والذي سوف يكون مرتبة أعلى والعلاقات بيننا وباقي الشركاء داخل منظومات العدالة يجب أن تكون مبنية على احترام القانون الأولا وعلى الاحترام المتبذل فيما بيننا إذا كان هذا الغاية وأعتقد أن أتصور من خلال تعامل مع السؤال المسؤولين القضائين على أنهم عندهم نفس الرأي ونفس الفكرة وبالتالي لا تكون إشكالات إن شاء الله سنعرجو هذه الإشكالات بطبيعة حل بالتدرج لأن الأمر ليس بسهولة تصفيات حسابات هذه المسألة أنني عندي أهداف تصفيات حسابات أو الانتقام هذه أنها الكلمة التي عقبت الفرص لها النتائج أعلنتها بشكل بصوتي مرتفع وعلني بأنه ليست لغايات انتقامية وليست لأصلا حسابات مع أي زميل أو زميل اختلفنا في وقت من الأوقات فعل خصومنا ما فعلوا ونحن فعلنا ما فعلنا بالنسبة لي انتهى الموضوع تما تصفيات الحسابات الآن هذه المسألة التي تصفيات الحسابات أعتبرها هذه بحل واحد لأجلة إذا دخلنا فيها ما سنوقفوش قال لي غيجي غيصفي حسن مع الآخر وأنا عازم على أنني هنا غيوقفتش كيف قلت لكم قبلة للمستعد وعنده إرادة وعنده رغبة أنه يخدم الهيئة ويخدم المهنة مرحبا به شي حسابات مكينة شي طبعا الحلقان هو يطبق على الجميع القانون ما فيه لا خصوم ولا أصدقاء الكل سواسية هذه مسألة محسومة ومشي من الأخلاق ديالي أنني نصفي حسن مع شي حد ما تبت الحمد لله أنني نصفي حسن مع شي حد كلمة أخيرة هي مناشدة مناشدة لمن؟ مناشدة الوسائل الإعلام أقول بأن وسائل الإعلام هم شركاء كذلك في تحقيق العدالة ومواكبات بعض الإخلالات أو بعض التجاوزات التي تتلحق المواطنين أو المواطنات فيما يتعلق بحقهم وحريتهم نحن كذلك عندنا هذا الغدف الذي هو مشترك أنا اللي نريد أن نقول وسائل الإعلام أنا أعازم على أن أكون منفتحا على وسائل الإعلام لأنك إن واحد الصورة نمطية سلبية تسوق على المحامي على الهيئة هذه الصورة ستصحح لأنها ليست حقيقية وكيف أشغل تصحح؟ تصحح هو من خلال أن التواصل يتم مع مصدر المعلومة بالنسبة لما هو داخلي في الهيئة سواء هيئة ترجع أو هيئة أخرى المصدر الوحيد الذي هو قانوني هو النقيب أو من يفوضه لذلك لا يوجد مصدر آخر هذا من نص القانون النقيب هو النطق الرسمي باسم الهيئة فأنتمنى على أن وسائل الإعلام من يكون لديها استضاح أو طلب معلومات أنا موجود وإذا ما كنت موجود سوف نفوض الذي يكون موجود لكي نعطيه المعلومات الصحيحة لكي تكون صورة حقيقية لكي كنا مخطئين يكون ذلك شيء نبينه بالحق ما نتحملوش أوزار اللي ربما تكون بنية على معطيات أو معلومات غير دقيقة وأنا كيف أقول لكم أنا منفتح لوسائل الإعلام وأنا رهن الإشارة وكان جدد شكر للموقع التنجاوي كان جدد شكر الأستاذ إنصاف والأخ السوفيان الكاميرامان وشكرا جزيلا وإلى لقاء مقبل بحول إليهم أقول تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد